طيب دكتور محمد يعني في المدارس زمان واحدة صغيرين شوية كان دايماً بيبقى فيه مواعيد محددة لبعض التطعيمات لأمراض مختلفة الحية هل وارد أنه مع دخول مثلاً الترم التاني وزي ما حضرتك قلت حسب الإحصاءات أن نسبة إصابة الأطفال أنه يبقى التلقيح ضد فيروس كورونا يكون إلزامي زي ما هو أو مجدول زي بقية اللقاحات للأمراض التانية طبعاً عشان ده نقدر نمنع الإصابة بفيروس كورونا حضرتك طبعاً ده كل شيء وارد طبعاً حسب الخطة المولى من الحكومة والوزارة وبتدرسك اللجان العليا العلمية واللجان العليا الإقارة الأزمة وحسب التجارب الكليكية المحلية المصرية أو العالمية بيتم هذا برضو فكر حقيقي أن احنا قبل بداية العام الدراسي كان قطة للتطعيم كل العاملين في قطاع التعليم سواء ما قامنا الجامعي أو الجامعي وكان لسا ساعتنا الفئة العمرية المتاحة هي بعد 18 سنة ثم فتعامنا كل العاملين في الجامعات سواء السادة الأسدزة أو العاملين أو الطلاب لهم أكثر من 18 سنة وبعد شوية لما بقت الفئة العمرية أقل تم تطعيم الطلبة لنخله الجامع الأول مرة السنة دي أقل من 18 سنة الموضوع هذا كليقلتي ده مهم جدا إذا تم إتاحة تطعيم للأطفال في الفئة العمرية اللي هم 12 سنة في جزء منهم تبير في السنوي هيتم تطعيمهم وبعد كده لو الفئة العمرية نزلت عن كده هيتم تطعيم كل الطلبة وعلى فكرة فهم ما هي مصر لها يعني سابقة مهمة جدا في التطعيمات والتحصيل ضد الأمراض وفيه ما يسمى التطعيمات الإجبارية اللي كل بتتعمل مع شهادات الميلاد ويتم تطعيمها للأطفال حماية لهم من الأمراض المختلفة وطبعا كلنا عارفين وبنشوف الحمالات المكسفة القومية للتطعيم من شهاد الأطفال صحيح طبعا الحمد لله مصر خالية خالية من شهاد الأطفال لكن النتيجة لوجوده في بعض بلاد العالم ومصر طبعا بلد مفتوحة فهنا الدولة بتقوم بتطعيم المكان الكامل في حمالات مكسفة العمر بفئة عمرية من سن 1 إلى 5 سنوات سنة يوم لخمس سنوات ضد شهاد الأطفال وطبعا ضد الحسباوس وعلى الدي تي وخيات كتير